الان هم براهنوا انه المسألة تأخذ يعني زي ما بصير دايما يعني مثلا هاي هاش خاجيكجي قدش الناس مشيت فيه يعني هاي شوية شوية ودير بالك هاي ردت كنه في امريكا ردت طلعت شكلة خاجيك وكل يوم هالجواسيس ببقعوا في مشاكل قد ما يحاول ترامب يغطي عليهم مش عم بيضبط طيب اه براهنوا انه يعني بعدين الناس بتنسى وما هي الناس اصلا متعودة هايو في زمناته مثلا المبارك حكم 30 سنة وكان هو الحاكم والناس عاديين وفيش ثورات ولماشي الامور وحتى مش بسيك وكمان مبارك امام الناس كلها كان ولادته يتهيأ ومشان يصيروهم بعده والاسد برضو قبل ما تصير هالثورات كان هيئ وهو ابو هيئوه وهو بهيئ قاعد والكذافي كان هيئ أولادته وجمهوريات ها جراكم جمهوريات يعني الملكيات هي الحقيرة والجمهوريات ها صاروا بدهم يصيروا ملوك صاروا بدهم يصيروا ملوك طهب فالناس الان مع كل هذا على فكرة اللي بصيروا كل يوم بيسمعوا الناس كل يوم بيسمعوا كل يوم الناس صارت امام الحقيقة لما صارت امام الحقيقة وعرفوا شو المسألة وعرفوا شو التآمر ايش يعني مرسي قال نخالفه وأخطاء بضحكوا عليكم من الإعلام